يا يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا من كل أهلوية نبدأ معاكم حلقة جديدة من السادسة في نهاية موسم يعني مش عارف أقول أكتر من ناجح موسم استثنائي الحقيقة لأهلي السندي كل جماهير نادي لأهلي رغم أن طبعا لسه في بطولة الكاس عندنا بإذن الله مطشين إن شاء الله المطش الأول الداخلية وإذا كان لنا أن نحن نكسب بكرة مباركة لعب بكرة إن شاء الله الساعة 6 يبقى هيكون عندنا مطش تاني يوم 3 أغسطس يوم الخميس اللي جاي في مواجهة المصري في دور التمانية الموسم لسه ممتد لكن من النهار ده أو من شوية فاتوا كمان الناس يكون الناس بتسأل حقيقة يعني أي حد بقبله الشرع عرفه ومعرفوش بتسأل على مركاته الأهلي وبتسأل على صفقات الأهلي وبتسأل على تدعيم نادي الأهلي واحد طبعا سيبك من الأسماء قصة الأسماء دي وإحنا اتكلمنا فيها كتير يعني بالتأكيد طبعا أنت بتكلم على موسم قادم هو موسم صعب جدا وبتتكلم على مستوى تحديات كبيرة جدا ومستوى طموحات للجماهير يعني كبير جدا لكن في النهاية عشان أجاوبك على قصة أو تعالوا نتكلم في قصة المركاتو الأهلي عايز إيه؟ وجمالي الأهلي عايز إيه؟ واحد عشان تجاوب على سؤال صفقات النادي الأهلي لازم تعرف كيف يفكر مارسل كولر أو ماذا يريد مارسل كولر دي نمرة واحدة نمرة اتنين لازم تبص على السنة الجاية أو الموسم اللي جاي إيه المختلف عندك عن الموسم الحالي أو المواسم مارسل كولر واللي حق فيه أعتقد رقم قياسي مفيش مدرب من أول موسم ليه قدر يحقق العلامة الكاملة نمرة ثلاثة لازم تعرف وتقيس لعبتك أو سكواد اللي موجود عندك مين ممكن تستنى عليه شوية أو تفكر أنه يتطلعوا عارة مين راحل عن النادي الأهلي بشكل النهاية وخدوا بالك في ملف الرحلين فيه كلام كتير جدا هيتقال ولسه فيه سيناريوهات كتير جدا مختلفة لكنها مش هسبع الأحداث لأنها لغاية لما الأمور بتتم بشكل نهاية ما أستطيع أن أتكلم فيها سواء ناس جاية أو سواء ناس رايحة لكن واضح جدا أن التفكير كولر بشكل رئيسي هي على الرغم على الرغم خد بالك من أرقام الأهلي مع كولر وعلى الرغم أننا نتكلم على مسألة المهاجم الصريح من أول الموسم لغاية نهايته ورغم كده الأهلي مع كولر سواء أفريقيا أو محليا هو يعني رقم واحد تتكلم على فريق صاحب أقوى هجوم في بطولة الدوري أبطاء وتتكلم على فريق صاحب أقوى هجوم في بطولة الدوري المصري إذن المنظومة السويسرية اللي بيحاول يكملها كولر واللي باينة بشكل كبير جدا في الصفقات الأهلي إيه اللي تمت؟ أنا بتكلم على الصفقات إيه اللي تمت؟ صفقات بسيغة الجامع سواء تم الإعلان عنها أو لم يتم الإعلان عنها إيه اللي محتاجه مارسيل كولر؟ الصفقات دي أو اللي تمت بالفعل دي في أغلبها بتميل للنحي الهجومية لكافة الهجوم للحلول لمفاتيح اللعب طيب هل كولر محتاج مهاجم صريح؟ الإجابة قطعة نعم واللي يأكد على ده هو طبيعة المنافسة في الموسم اللي جاي انت هتلعب مسابقتين أصعب كتير جدا من الموسم اللي فات صحيح انت لعبت واحدة منهم وهي كاس عالم لأندية لكن حتى وإن كنت وده بإجماع الأهلوية قدمت فيها عروض قوية حتى في المباريات اللي خسرتها قدام ريال مدريد وقدام فلمينجو لكن طموح الجماهير نادي الأهلي وأعتقد طموح كولر شخصيا انه يروح في البطولة دي لأبعد مما حققوا النادي الأهلي على مدار مشاركاته كلها وبالتالي وخصوصا كمان هربط ده بالكلام اللي أنا قلته قبل كده إنه ممكن دي تكون فرصة أنا مش عايز أسبق الأحداث يعني محدش بيعرف الغيب فيه إيه ومحدش عارف طبعا الأهلي ممكن يروح لفين في النسخ اللي جاي لكن من نسخة 25 شكل البطولة مستوى المنافسة فيها درجة صعوبتها تراكم مطشطها تقول داك انت بتلعب أقصى عدد من المباريات ممكن تلعبه في بطولة زي بطولة الكاس العالم بنسختها الحالية هم أربع مطشط يعني السنة اللي فاتت انت لعبت مع أوكلاند ثم سياتل ساوندر ثم ريال مادريد ثم فلمينجو ثالث ورابع لكن النسخة الجديدة وكان ليها تأثير سلبي النسخة القصيرة دي لما بتشارك فيها في نص الموسم بتبقى طبعا اللعيبة عندها تموحات كبيرة عارفة إن الجماهير مستنية إنجاز كبير جهاز الفني مهتم لأنه بيلعب مع كبار العالم فاترينة عظيمة جدا بتشارك في بطولة بالحجم دا لكن في النهاية أربع مباريات بتأثر بشكل كبير جدا وأثرت علينا فعليا فيما بعد في بقية المسابقات طيب ما بالك بقى وانت رايح تلعب بطولة هيشارك فيها 32 فريق أنا بكلمك عن نسخة عشرين خمسة عشرين مش النسخة اللي هتتلعب آخر السنة دي في السعودية النسخة اللي هتتلعب السنة دي في السعودية هتتلعب أو هتكون آخر بطولة هتتلعب بالنظام القديم وبالتالي حلمك طموحك إمكانياتك في أنك أنت تتحقق مركز أكبر بكتير جدا من نسخ أو من نظام المستحدث اللي هيتم تطبيقه بعد كده المهاجم ضروري أكيد ضروري بالتالي سواء كان قرار مستر مارسل كولر أو رؤية مستر مارسل كولر الكلم فيها من بداية الانتقالات الشتوية سواء كان حجم التحديات عدد البطولات مش بس كاس العالم تتكلم كمان على الدوري الأفريقي أو البطولة اللي كانت مسمية بالسوبر ليج اللي تم استحداثها أعتقد برضو حجم المنافسة فيها حجم الجواز المالية فيها يفرض عليك أنه يكون فيه صفقة من العارة تقيل الديلامة الوحيدة أو المشكلة الوحيدة دايما هي فكرة التوقيت فكرة أنت بتتحرك إمتى عشان تحسب ملف صفقاتك بشكل عام وخصوصا لما يكون فيه مركز مهم جدا زي مركز المهاجم والمهاجم على مستوى مصر وعلى مستوى العالم الحقيقة بقى عملة ندرة وإلا ما كناش نسمع عن الأرقام الفلكية اللي بتدفع في مهاجمين تقريبا قربوا يبطلوا كور يعني تبتكلم على العيبة عندها 37 و38 سنة النهاردة بتاخد أرقام فلكية ما كنتش بتسمع عن مركاته بيحصل بمئات الملايين كان الرقم لما بيتقلم أنه فيه لعيبة هتدفع فيه 100 مليون أو 150 مليون ده كان رقم فلكي وكان ممكن على مدار السيزن كله على مستوى العالم كله بما فيهم الدورات الخامسة الكبرى لأي صفقة واحدة بس وين صفقتين من النوع ده النهاردة بنسمع الأرقام دي عادي جدا وقربهم طبعا جنبنا في السعودية اللي آخر الصفقات طبعا المدوية اللي حصلت أول اللي على واشك أنها تم أول اللي بيديو بينك من الكواليس بقولك أنها تم تساديو معنى من بار ميونيخ للنصر السعودي وبالتالي أنت بتجد معاناة شديدة جدا من حس التوقيت هدلل على ده وأنا يعني متعاطف جدا جدا مع الدخلية بكرة مع فريق الموسم بتاعه انتهى حاول تفهمها زي ما تفهمها هي منطقيا ما تتفهمش بس هو فريق الموسم بتاعه ما زال مستمر والسكوات بتاعه راحل لأن الموسم انتهى هتفهمها زي ما عرفش ودي ده لما بيعيشها كل فرق المصرية سواء في خروج لعبين من قيمتهم أو سواء في انتداب لعبين جدد وخصوصا خصوصا مش هتواجه المشكلة دي لما تكون بتنتدب لعيبة أو بتشتري لعيبة في السوق المصري لأنه كلنا سواسية كلنا حالنا شبه بعض وأجندتنا شبه بعض لكن لما تيجي تتكلم على بيع للخارج أو تيجي تتكلم حمدي فتحي طلع قبل من الأهل يخرج الموسم يخلص الموسم بتاعه يمكن نجاح الأهل في حسم الكم الكبير من الألقاب واقترابه من لقب بطولة الدوري قبل ما المسابقة تنتهي بأسابيع سهل القرار ده لكن هل تعتقد أنه كان من الممكن لو الأهل بيواجه منافسة شديدة جدا محلين أنه ممكن كان القرار يبقى بنفس السهولة في اعتبارات كتيرة جدا طبعا بتحطها قدامها إدارة النادي الأهل لكن السؤال لو الأهل كان بينافس أو كان بيجد صعوبة في المنافسة على اللقب هل كان ممكن يستغنى عن واحد من أهم العناصر الأساسية اللي بتلعب في صفوفه لأكتر من موسم بالسهولة دي أعتقد أنه الإجابة كانت تحتمل سيناريوهات كتير داخلية بكرة هيلعب وهو براء قيمته أعتقد 18 لعب إزاي؟ بتعرفش أنا طبعا يعني موقف صعب جدا والحقيقة الناس والأهل ما تأخرش حتى لما قدرت نادي الداخلية طلبت من نادي الأهل تأجيل مباراة الأهلي كان وافق طبعا أن الرفض حصل من اتحاد الكرة ومفهوم طبعا أنه ما فيش وقت والدنيا دهيئة جدا ولسه في مباراة دور تمانية هتجمع الفيز من الأهل والداخلية مع المصري يوم 3 أغسط على كل أحوال خلينا نتكلم في المركاتو تعالوا نقيم كده ونشوف شغل منظومة اللي بيحاول يتطبقها مارس الكولر مع النادي الأهلي الموسم ده واللي نجح فيها بشكل كبير جدا في ظل الأوراق المتاحة لي حتى مع تدائمات يناير اللي هو طبعا كان ليه رأي أو كان ليه ساي فيها وتعالوا نشوفه ونحاول نقرأ الراجل بيفكر إزاي فيه المركاتو اللي جاي